موسيقى وسعتم عوقات المشاهدين الكرام أهلا بكم في وقفة جديدة من دراما رمضان الذي نتابع فيه إلقاء الضوء على الدراما اللبنانية بالإضافة طبعا إلى مقابلات مع نجوم الشاشة العربية في هذا الشهر الفضيل نبدأ بالعنوين حلا والله حي الله بالنمس الفنان مصطفى الخاني من باب الحارة في ضيافة دراما رمضان الدراما اللبنانية بشيء من القوة نجحت بالخروج من محليتها والله والله لو شايفها وليد معنا هلا كلنا رح نودع نريبا أرحب بداية مشاهدين بزميلي جميل ظاهر أهلا بك يا جميل أهلا بك وبداية خلينا نلقي بالفعل أو نستكمل القائد على الدراما اللبنانية تحدثنا عن المشاركات اللبنانية في الدراما العربية الأخرى سواء كانت سوريا أو مصرية واليوم نتحدث عن الدراما اللبنانية بحد ذاتها وعن المشاركات الأخرى من خارج لبنان فيها فعلا مسلسل شيء من القوة كان له متابعة كبيرة على الأقل في لبنان وكان أيضا في مشاركات من خارج الوطن اللبناني من المغرب العربي بحيث تدور القصة في لبنان وتنتقل إلى أماكن أخرى في العالم بحيث تم التصوير كمان خارج لبنان أهمية يمكن هالمسلسل أنه أدري يوسع شوي هالمرة الأحداث ويخرج من عملية دائما في الدراما اللبنانية الكثير من الصدف اللي تخدم النص وهذا الشيء يمكن كان نقاط ضعف في الدراما اللبنانية هذه المرة بهذه الطريقة أو بهذه التجربة النصية والإخراجية يعني يعتقد بأنه هذه فرصة للخروج من المحل إلى أن تكون العملية أوسعة شوي بحيث تصبح عربية في المستقبل على كل حال زميلنا سعود الخلف أعد تقرير عن هذا المسلسل ممكن نتابعه سويا يسعى مسلسل شيء من القوة إلى كشف أسرار حياة واقعة في مستنقع الثاء وأحداثه لبنانية للمخرج اللبناني إلي معلو نحن بهذا المسلسل عم نقول أنه القتل والقتل المضاد والأخذ بالسائر هو مش الحل الحب ممكن يعالج كل مشاكل الناس